كيف جاءت فكرة بناء السد لشعب سبأ؟ يعني ليه شعب سبأ تفرد ببناء أول سد؟ الإنسان أول ما تركز في حياته هنا في صاحر الربع الخالي وبعد كل ما كانت تقل للمياه كان يزحف ناحية المناطق القبلية حتى سعيد إلى القبل ووقت أنه كمية الأمطار لم تعود كافية كما كانت في السابق كانت المنقن المطير في تلك الفترة ولكن يقلب عن مرور الزمان فأثرت أن يبني سدود للاستفادة من كمية المطار التي تصل إليه الآن عندما أنهار الساد غطى على المنطقة لاحظوا السيديمنت هذا أو الطمي هذا مغطي على المنطقة هذا ما بعد الساد غطي عليها الآن المواطن عندما يجي شيء يصلح مزرعة أو يتوسع في مزرعته يصلح آثار تقصد أنه بقايا الآثار ما زالت مطمورة تحت هذه؟ كثير أشياء كل يوم زينك تشاف من هذا الكتشاف هذا أنا دكتور أمشي معاك لأنه شفت هنا كتابة هذه الكتابة بالخطة المسند ومكتب على اسمه علي ينوف بن ذمر علي بنى مأخذاً رحابهم يعني شخص اسمه علي بن دمر علي شيد المقسم أو السد التحويلي المسمى رحاب رحاب نعم بطريقة سيل المحراث يقرأ من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليسار وهذا في النصوص التأسيسية بالذات خاصة عندما يكون النص كبير وأخذ مسافة لكي لا تضيع وقت أختصرك اليمني القديم الكتابة من القهتين تروح وانت تقرأ تعود وانت تقرأ كتابات التاريخية تشير إلى أنه حتى الثقافات الأخرى استندت على الخطة المسندة يعني اليوم الأبوش الثموديين نعم شمال شرق القزيرة العربية نتيجة امتداد حضارة سبع نعم استخدموا الخطة المسنات أعتقد عند الثموديين موجود تأثير كبير للخطة المسنات عند الصفويين عند الإحيانيين موجود تأثير للخطة بشكل واضح بل يقال حتى أن لغة أهل الحبشة هي مستمدة أبجدياتها مستمدة مستمدة للخطة المسنات نعم نتيجة انتقال مملكة سبع منذ القرن السابع قبل الميلاد كان لليمنيين تواقد في القرن الإفريقي ليس في الحبشة وحدة ولكن نقول في الساحل الغربي القنوب الغربي للبحر الأحمر كان فيهم تواقد في الصومر موجودين في الحبشة موجودين في قبوتي موجودين هذه عليها دلائل الآن اكتشافات أثرية ووقدات نقوش بخطة المسنات قبل أن يطرع على أي تغيير ترجمة نانسي قنقر